صريحات متفائلة لوزير البترول المصري طارق الملة التي اعلن خلالها ان الطاقة الانتاجية لحقل ظهر في البحر المتوسط سوف تزاد بنحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحدود يوليو من العام الجاري 2019 لتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا وقد بدأت عملية ضخ الغاز الطبيعي بشكل تدريجي الى الاردن وفقا للتعهدات التي ابرمتها مصر مع عمان خلال السنوات الماضية مصر بدأت بالفعل دلوقتي تصدير الغاز للاردن ده واضح جدا ان مصر حقاة الاكتفاء الزاتي بتكفي جميع احتياجات القطعات الصناعية والتجارية والمنزلية لجميع قطعات الانشطة المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي كمان مصر عندها خطة لتلبيط كافة الاحتياجات المستقبلية لكافة الانشطة المختلفة برضو ده معانا ان مصر عندها اكتفاء زاتي عندها فائد هذا الفائد اول ما بيوجه بيوجه للتصدير انتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 6.5 مليار قدم مكعب يوميا وهو ما تحقق من خلاله لاول مرة الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بنهاية سبتمبر الماضي ومن جهة اخرى اكد وزير البترول المصري ان هناك فرص استثمارية لتطوير التعاون بين مصر وعدد من الدول منها الصين في مجال الطاقة وصناعة البترول والغاز الطبيعي بالفعل عندنا احد الشركات الصينية العاملة في مجال تصنيع المعدات الحفر ومنصات البترول في عمليات البحث والتنقيب والشركة شركة مشتركة مع القطاع البترول المصري وشركة ناجحة وقائمة بالفعل وانتاجها من المنصات البترول مستمر وناجح جدا وتمد كافة القطاعات المستخدمة لتلك المنصات مصر لا تعتمد في انتاج الغاز على حقل ظهر فقط بل ان هناك مشروعات اخرى للغاز الطبيعي مثل المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية الذي سيتم افتتاح المرحلة الثانية منه خلال العام الجاري وتضم حقل يجيزة وفيوم الى جانب بعض حقول الغاز الاخرى انتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يجعل منها مركزا مهما لتداول الطاقة خلال عام 2019 كما انه سيزيد الاستثمارات بينها وبين الشركات الصينية العاملة في مجال استكشاف وصناعة الغاز الطبيعي مستقب عبدالله سجدين العربية القاهرة